السلام عليكم. مع حضرتكم استاذ زياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنعرض على حضرتكم ازاي تفاعل حساب اوفيس تلتمية خمسة وستين الخاص بك. في البداية عشان تفاعل حساب اوفيس تلتمية خمسة وستين الخاص بك هتدخل على الموقع بتاعك. هتدخل على الموقع الخاص بمايكروسوفت. عندك تلات لينكات ممكن تدخل عليها. hotmail.com, outlook.com, office.com. لو انت دخلت على لينك بتاع hotmail.com او outlook.com دي هتبقى الوجهة بتاعتك وتضغط على sign in. لو انت دخلت على office.com هيبقى الوجهة بتاعتك بالشكل ده. ممكن تسجل دخول من هنا. هنشتغل على الوجهة بتاعة outlook.com او hotmail.com. فهنضغط sign in. طبعا في البداية هتكتب الايميل بتاعك. بعد كده هتضغط نكست. هيطلب منك الباسورد. طبعا نتعرف على الايميل ده كايميل تابع لوزارة التربية والتعليم. وبيطلب منك الباسورد بتاعه. هنبدأ في كتابة الباسورد. بعد كده هنعمل له. خلي بالك انت بتكتب الباسورد بقى انك لازم تراعي الكابتل والاسمول. اسنة كتابتك. دلوقتي بيطلب منك انك تعين له باسورد. هنبدأ بقى اننا نكتب الباسورد القديمة للحساب. عشان يضمن بقى انك انت اللي بتقوم بالخطوة دي. بعد كده هندخل له باسورد جديدة وهنفعل وهنكتب الباسورد دي عن طريق اننا آآ نكتبها مرة تانية او نعيد ادخلها مرة تانية. هندخل على confirm وهنكتب برضو تاني الباسورد هنعيد ادخلها. بعد كده هنضغط على دلوقتي هو بيطلب منك بعض المعلومات عشان بتقدر انك تتواصل مع الحساب ده بعد كده. وتقدر توصل للحساب ده بسهولة. في البداية هو بيطلب منك انك تدخله رقم تليفون او انك تدخله ايميل بديل. تقدر تضغط على cancel بس الافضل دايما انك تدخل الايميل البديل وتدخل رقم تليفون. طبعا في الجلسة ديت قدامك وقت محدود للتفاعل مع الصفحة ديت. لو ما تفعلتش معا خلال الوقت المحدد ليك هنا. الصفحة ديت بتقف وبتمنع من التكملة في الخطوة ديت فهتطلب انك تسجل دخول من اول وتاني. انا مسلا هنا هدخله على رقم تليفون. هكتب له في المنطقة مصر. او ممكن تضغط حرف اي. طبعا هو لاحظ بانه كتب لك اتنين زائد اتنين بعدين صفر زائد اتنين ديت اللي هي مفتاح الدولة صفر صفر اتنين. ده مفتاح مصر. انك تتصل على على مصر من بره. ده مفتاح بتاع مصر. بعد كده بدأ لك بصفر. طيب الرقم بتاعك هتحط ايه? هتحط رقم المحمول وهتبدأه بواحد. ليه? المال الصفر فين? الصفر مكتوب هنا عند حضرتك فوق. هتبدأ بأنك تكمل رقم بتاعك. على سبيل المثال. بعد كده تقدر تحدد هل انت عايز تستلم منه مكالمة ولا تستلم منه رسالة دايما الافضل الرسالة. ما ترجعش للمكالمة الا لو حصل عندك مشكلة في استقبال الرسائل. دلوقتي دي السائلة اللي وصلتني فيها الكود اللي انا بكتبه قدام حضرتكم ده. واحد تلاتة تمانية تسعة تمانية سبعة. الكود دي طبعا كل واحد بيتبيعت له كود مختلف. الكود ده صالح لاستخدام مرة واحدة. بعد كده بقول له. هو دلوقتي بأن خلاص انت فعلت الرقم اللي هو كزا. تقدر بأنك تدخل وتعمل له ايميل بديل. وتقدر بأنك تدخل له. دايما بفضل بأنك تعمل خطوات كاملة علشان يكون عندك اكتر من طريقة لاستعادة الحساب ده او الوصول لبيانات الحساب ده. انا هدخل مثلا هنا واقول له عايز ايميل بديل. هبدأ في كتابة بديل ايميل. هبدأ في كتابة ايميل خاص بيا. بعد كده هطلب منه بأنه يبعث لي بريد الكتروني. فهقول له ايميل وهتشوف برضو الكود اللي فيها علشان تدخلو هنا. على سبيل المسال هفتح الصفحة بتاعت الجيميل بتاعي. وبعد كده هعمل الفرش للصفحة عشان هشوف الرسائل الجديدة اللي هي وصلت. خلي بالك بأن الرسائل بتيجي في الرسائل بتروي الجاية. ان في حساب اوفيس 365 بيتفعل بالايميل بتاعك. الحساب ده اسمه كزا. الكود اللي مطلوب منه او الكود اللي مطلوب منك انك تدخله هو الكود ده. طبعا انا هاخد الكود كوبي. وبعد كده هاجي هنا وهعمل له لاصق او بيست. وبعد كده اطلب منه اكد لي الكود ده. هو هنا بيقول لي انت اكدت الخطوتين. تقدر برضو تعمل وتقدر تدخل على الحساب. بالخطوة ديت تكون سجلت دخول على الحساب بتاعك. وكده الايميل بتاع اوفيس 365 بيفتح معك. طبعا حضرتك حر في اختيار اللغة اللي انت تحب تستخدمها. لو عايز تستخدم انجليزي يفضل انجليش او عايز تاخد اللغة العربية بتبقى موجودة عندك في نهاية القيمة. هتاخد اللغة العربية مسلا مصر. بعد كده في هتاخد التوقيت زائد اتنين كايرو. بعد كده هتعمل حافز. طبعا كل واحد هيختار اللغة اللي هو يحفضل بانه يشتغل بها وده شيء خاص بك. هو دلوقتي فعل الايميل. انت اصبح كده الايميل بتاعك متفعل. معلومة زيادة لو انت حابب بقانك تنزل حساب تلتمية خمسة وستين بتاعك على جهاز اللابتوب. تقدر بقانك تضغط على اسمك. وتضغط تقول له ماي اكاونت. هتلاقي هنا عندك علامة لتنزيل الاوفيس تلتمية خمسة وستين بتاعك على جهاز اللابتوب مسلا او على ايه جهاز انت بتحبه. بكده نكون خلصنا الفيديو ده. وشرحنا لحضراتكم ازاي تفعلوا الاوفيس تلتمية خمسة وستين وازاي تنزل الاوفيس تلتمية خمسة وستين على جهازك. ملحوظة الحساب ده تقدر بانك تنزله على خمس اجهزة. سواء اجهزة لابتوب او اجهزة ماك اجهزة تابلت ايا كانت الاجهزة اللي انت بتستخدمها. اهم حاجة الجهاز ده ما يتعداش خمس اجهزة في كل نوع او ما يتعداش الرقم اللي بيبقى مكتوب عندك هنا. والرقم ده بيختلف من حساب اوفيس تلتمية خمسة وستين الى حساب تاني في اوفيس تلتمية خمسة وستين. ولكن غالبا الحسابات التابعة للتربية والتعليم بتبقى متاح لك الحرية في بزولها هنا. شكرا لحضراتكم. نتمنى لجميع كل التوفيق.